السلام عليكم كيف الحال؟ إن شاء الله بخير وإن شاء الله طيبين لايك وشير وسبسكرايب لو أنتم جداد معنا وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم إن شاء الله كل الإشعارات مهاردة مساوين وجبة تنفع لكل الأوقات وجبة تحفى بنأكلها من المطاعم هنعملها بطريقة سهلة وسريعة وأنظف وأوخر يعني اللي عنده عدد أفراد أو أولاد كتير يعني هتكون مكلفة لو هيشتريها من بره يعني بربع التكلفة هتعملي وجبة لأسرة إن شاء الله وشايفين إن شاء الله الشكل والريحة والطعم رهيبة طبعا ده طبعا صندوشات معروفة اسمها كريبيان والدجاج أو في الدول العربية كريب الدجاج هنعملها بحشوة لذيذة بايك وشير يلا بسرعة نبدأ مع بعض المقادير حطيت معلقتين زبدة وتقدر تستغني عن الزبدة تحطيهم زيت نسحنا عشان بنعمل حاجة في البيت فبتدي عناصر غذائية حلوة لأولادك وهنبدأ أضيف أربع أكواب حليب طبعا نقدر نستغني نحط اثنين حليب واثنين مية أو نحط المقدار كله مية أو المقدار كله حليب زي ما أنا سويت فطبعا حسب اختياركم هنقلب كل المكونات الزبدة مع الحليب أنا الزبدة عشان الحليب كان بارد جمدت شوية هدخلها المايكرويف الثانية كده بس عشان تفك تاني زي ما انتوا شايفين فكت الزبدة مع الحليب والسكر والملح وان شاء الله نقدر بسبتها في صندوق الوصف أربع أكواب سواء مية أو حليب أو مية أو حليب بياخدوا من ثلاثة ونص إلى أربع أكواب طحين جميع الاستخدامات اللي هو الدقيق هبدأ أضيف ثلاث أكواب أضيف كوب كوب وأنا النهاردة مرضيتش اشتغل لا بالعجان ولا بالخلاط ولا بالمضرب الكهربائي عشان فيه ناس كثيرة في التعليقات بتقول إن أنا معنديش مضرب فعملنا بالويسك اليدوي أضفت كده الثلاثة أكواب وربع وهخلط كويس وهشوف هحتاجة الربع ثاني ولا لا وشكلي كده هحتاجة الربع الكوب الثاني هضيفه يبقى المقدار كده اللي عندي الأربع أكواب هنضيف الربع كوب ثاني يبقى أنا كده أضفت الثلاث أكواب ونص طحين يعني بدأ بتلاث أكواب مع الأربع أكواب سائل وشوف الكوب الرابع ما اضفوه شده فيه بالتدريج حتى نشوف القوام هنشوف القوام مع بعض دلوقتي انا كده اخدت معي بالزبط على الاربع اكواب حليب اخدت ثلاث اكواب ونص طحين اهو شايفين بمنتهى السهولة بدون خلاط بدون مضرب كهربائي بدون عجان بدون اي حاجة بالمضرب اليدوي وهنصفي طبعا لازم نصفي عشان لو عندي تكتلات بس انتوا اصلا شايفين ما شاء الله الخليط اصلا نازل اهو يعني هوريكم الطبق ما فيش اي تكتلات ولا حين متكسف تحت ولا اي حاجة اهو هنصفي كويس عشان يبقى الخليط معانا ثلث اهو شايفين ما عندناش تكتلات ولا اي حاجة الحمد لله المرحلة دي بقى لازم نغطي الخليط ونسيبه 15 دقيقة يرتاح ينفع تشتغل فيه مباشرة بس يفضل بتديكي نتيجة افضل لما تخلي الخليط يرتاح 15 دقيقة هنبدأ نكون مجهزين مقلاية على النور ما بيلزقش فيها الاكل وهنبدأ ايه نحط طبعا كسافة الكريب بتحبيه سميك تحبيه خفيف انت بتقدر تتحكمي في الكسافة بتاعة حبة الكريب وبننتظر حتى السطح يجف تماما متحاوليش تيجي جنبها عشان ما تقطعش منك هنا السطح جف تماما باي سباتر او معلقة خشب وعلى طول بنقلبها ما بنخليهاش تاخد لون من الجانب التاني مجرد بس تستوي العجينة ويجي في السطح ونروح ايه مطلعينها انا حط طبق وعليه ورقة زبدة عشان ايه بخار المية لما ينزل من على الكريب لو حطناهم كلهم على بعض على الطبق مباشرة هيعرق معاك اوكي ولازم تغطيهم طبعا بمنشافة قطنية وده انتوا شايفين القوام ما شاء الله تحفى تقدروا تستخدموه حلو ومالح وتقدروا يتحتفظ به في الفريزر هنبدأ مع بعض بالحشو عندي بصلايا كبيرة اتعطاها شرايح وهنزل عليها بربع كوب زيت تقريبا تقدروا تستخدمو زبدة تقدروا تستخدمو زيت سمنة خليط ما بين الاتنين حسب المتوفر عندك هندبل البصل او نحمس البصل حتى يصير شفاف مريد اللون يتغير وهنزل بحوالي كيلو الا ربع دجاج طبعا كمية الدجاج تقدر تستخدمي لحمة تقدر تستخدمي تونة حسب المتوفر عندك تقدر تعمليه بالبيض والخضار كل واحد حسب حرية الحشوة وحسب كمية الحشوة حسب عدد الافراض اللي هتعملي هتعملي لهم الاكلة مثل ما انتوا شايفين اهو هنبدأ نقلب الدجاج حتى يبدأ يتحمس من او يستوي من الجانب الاول وبعدين نقلبه على الجانب الثاني اهو شايفين استوي من الجانب صدور الدجاج اصلا ما بتاخدش اي وقت وانا ما تبلتهاش ولا اي حاجة يعني اكلة سريعة جدا بفصين ثم هروسين ان شاء الله التوابل هكتبها في صندوق الوصف مع مقادير الكريب هنفضل نقلب حتى البهارات اه تتقلع مع الدجاج والثوم وكله كده ايه يشكشف مع بعضه كده وياخد من طعم بعضه هنزل انا بحبة فلفل من كل حاجة اه ان حطيت احمر واخدر وورنج اللي هو البرتقالي وتقدر تستغن عنهم بلون واحد بس فلفل اخدر عادي اه وهضيف كوب درة الحلوة اللي هي سويت كور دي موجودة مجمدة او علب في السوبر ماركت بنزلها في مية سخنة وبعدين اصف فيها حوالي دقيقتين وبعدين اصف فيها واسيبها تبرد وانضيفها للحشوة تقدر تضيفي حبة جزر مبروشة يعني الخضرات بقى حسب ما تحبي وممكن بدون خضر وتكتفي بالدجاج فقط اه هنا خلينا الحشوة لازم تجف من السويل عشان نقدر نحطها في الكريب ونلفها وما تطرلكيش عجينة الكريب وتتقطع منك هنبدأ مع بعض هنجهز بقى الكريب هنقسم حبة الكريب من المنتصف كده تقريبا نص دايرة وهنفرش فرشة خفيفة من المايونيز وبعدين هنضيف حبة جبنة موزاريلا عشان تمسك لك الحشوة وبعدين هنضيف حشوة الدجاج فوق الجبنة مثل ما انتوا شايفين وهضيف جبنة انا المفروض كنت اضيف بطاطس مقلية بس انا نسيت هنسويها في الكريبات تانية ان شاء الله وهنضيف كاتشب وبعدين هنبدأ نلم الاطراف على شكل مسلس زي ما انتوا شايفين كده وكده تبقى جاهزة معانا حبة الكريب هنسوي واحدة مع بعض تانية بالسريع كده هنقسم تاني من المنتصف ونحط مايونيز جبنة الحشوة هضيف جبنة وكاتشب والبطاطس المقلية اختيارية وهو حبة الكريب هلفهم كلهم بقوا نرجع نشوف الخطوة التانية في مقلية هنا كان مكان الكريب بس كان فيها بس نقطتين زيت انا ما اضفت الزيت يفضل ان انت ما تضفيه الزيت اهو على المقلية تكون نشفة او جفة وهبدأ انزل بالكريب يتحمر من الجانب الاول وعلى طول مباشرة بياخد دقيقة والتحميسة هادي بتدي له طعم حلو بتخلي حبة الكريب او وحدة الكريب كده تكون مسكة نفسها ما تكونش ايه الحبة طرية فلما بنحمس ندي له تحميرة زي ما انتو شايفين كده قلبناه على الجانب التاني وشكله وطعمه والريحة شهية جدا وهيعجب الكبير والصغير واحلى وانضف واوفر من بره مئة الف مرة ان شاء الله تجربوها وتشوفوها وهدي حبة الكريب اهو هحمس بقى كل البقينة ديهم تحميرة كده حلوة على المقلية ونرجع نشوفكم في التقديم ونطعم مع بعض الكريب ما تنسوش اللايكات والشير لو سمحتوا وهنا اصحابي اهو قدمناه بقى هقدموا مع مخلل وشوية خيار كده والريحة مش قادرة وصفالكم والطعم والله رهيب رهيب بمعنى كلمة رهيب وبتمن يعني صندوطشين تعملي وجبة لعيلة كاملة يعني شايفين شكله شهي وينفع لكل الوجبات غدا وعشا وينفع فطر في رمضان وينفع صحور في رمضان يعني ما فيش وينفع بقى الصيف وليالي الصيف يعني وجبة سهلة وسريعة وكلنا بنبقى ايه من الحر عايزين حاجات نواشف مش حاجات فيها صوس ويخني وطبخات يعني خلينا نطعم ما تبخلوش علي باللايك والشير وتنسوش تفعلوا بالجرس عشان يوصلكم الاشعارات ان شاء الله خلونا الطعم شايفين اهو طحفة طعمه غير طبيعي الجبنة ملتد ولذيذ ومحمص طبعا عايزين تزودوا التحميسة برحتكم ان شاء الله هتعملوه تطبستوا عليه وهيعجب الولاد لايك وشير للفيديو السلام عليكم واشوفكم فيديوهات جاية كتير ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة